اشتركوا في القناة الجهاز التنفيذي في جلسة بلدي المحرق الاعتيادية شرحا مفصلا لمشروع تطوير كورنيش ساحل الغوص حيث تم الكشف خلال الجلسة عن التصور النهائي للمشروع الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق تقدمت بعدة مقترحات ومنها انشاء بعض المقاهي وبعض المطاعم العائلية تبنى في نطاق ساحل الغوص مثل هذه السواحل حقيقة تم مواقع استراتيجية وذات مناظر طبيعية جدا خلابة فيجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة واستثمارها في القطاع العائلي بمعنى أن تكون هناك مرافق مخصصة تجذب الجمهور وتجذب قطاع السياح الوافدين إلى مملكة البحرين كما توفق الأعضاء على المقترح الذي تقدم به رئيس المجلس حول إلزام أصحاب بيرك السباحة بتوفير المعدات والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية مع وجود مسعف مختص في الموقع طبعا نشدد على هذه بيرك السباحة ونخلي اللي لا بد أن يكون فيها منقذ أو مسعف فهذه يمكن على الأقل الحافظ الله سبحانه وتعالى ولكن على الأقل يكون هناك التزام منهم من هذه البرك وكذلك نحفظ أرواح الناس بهذه الصورة إن شاء الله من جانب آخر وجه الأعضاء رسالة إلى هيئة الثقافة والآثار تعبيرا عن احتجاجهم لتغيير مسمى دار اجناع للفنون الشعبية إلى دار المحرق كما بحثوا عددا من المواضيع منها أزمة الكلاب الظالة مطالبين بحل جذري لها كما شدد المجلس على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية عند إنشاء أي مرفق سياحي حول لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين